موسيقى طفرة غير مسبوقة تشهدها محاور وطرق مدينة شرم الشيخ سواء الداخلية منها أو الخارجية أو المؤدية لها وهو الأمر الذي غير من شخصية شرم الشيخ وأضاف إليها رونقاً بديعاً ورائعاً بأطوال تقدر ب666 كم تم تنفيذ أعمال الطرق في مدينة شرم الشيخ على ثلاث مراحل متنوعة وبإشراف كامل من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فضلاً عن زراعة مئات الآلاف من الأشجار اليانعة على جوانبها لتتحول شرم الشيخ لمدينة خضراء أعمال التطوير تقسيمت على ثلاث مراحل المرحلة الأولى كان تم فيها أنشاء طريق نافق شرم الشيخ بإجمالة طول 340 كم والطريقة الأوسط في مدينة شرم الشيخ بطول 12 كم أما بالنسبة للمرحلة الثانية وهو دي اللي تم فيها تنفيذ طريق دائري في مدينة شرم الشيخ بطول 26 كم وأعمال تطوير طرق مدينة الروايسات في شرم الشيخ بطول 32 كم أما بالنسبة للمرحلة الثالثة وهو دي اللي احنا شغالين فيها دلوقتي استعدادنا لمؤتمر المناخ ودي كانت بتقسم لثلاث أجزاء الجزء الأولين وهو تطوير أو إنشاء محاور جديدة بطول 47 كم في طرق شرم الشيخ بإجمالة بطرق 47 كم ويتقسم برضو لـ 23 كم من أعمال توساعة ورفع كفاءة طرق قائمة وأعمال توساعة أو رفع كفاءة طرق على وضع حالي بطول 36 كم أعمال الطرق شملت تنفيذ عدد من الطرق الجديدة إضافة لعدد من الكبار وإعادة إنشاء لطرق قائمة بالفعل مع توساعة بعضها ورفع كفاءتها لتتوافق وأعلى معايير الجودة العالمية ووفقاً للكود الهندسي المصري وبمتابعة كاملة لكبرى المكاتب الاستشارية المصرية كم توساعة كل الطرق بحيث أنها تتسع أو تتشيل أكبر كسافة مرورية تقدر تتشيلها وبخصوصاً من طريق مدخل شرم الشيخ بحيث أن طريق نفسه زاد عرضه بدل الطريق الأديم اللي كانوا عبره عن حرطين في بعض الكطاعات لحرطين وحرطين بين من خش وأكثر من خمس حرات وخمس حرات وقبيل أسابيع قليلة من إنعقاد قمة المناخ كوب 27 وصلت نسبة تنفيذ أعمال الطرق لحوالي 95% بما تشمله من أعمال حفر وردم وتبطين بالخرسانة ورصف وتخطيط وغيرها لتظهر شرم الشيخ بشخصية جديدة وجذابة تسر النظرين والضيوف والزائرين من مصر طارق أحمد